نبدأ من المغرب وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية أطلقت الحكومة برنامجاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية والتي خلفت أضراراً بشرية ومادية في أقاليم راشدية، ميدلت، ورزازات، تنغير، زاقورة، فيجيج، جرادا، تارودان، تاتا، تزنيت، قولميم وأستزاك وذلك بميزانية توقعية إجمالية مرصودة لتنزيل هذا البرنامج وتبلغ حوالي مليارين ونصف مليار درهم ووفق هذا البرنامج سيتم العمل على تقديم الدعم وتوفير المواكبة لإعادة بناء وتأهيل المباني والمساكن المتضررة وكذا إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير كما يرم البرنامج أيضا دعم الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة لسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات من أجل إعادة تشكيل الثروة الحيوانية في هذه المناطق ترجمة نانسي قنقر